قادية ما يعرف بمدر مراكش بحمزة مومبي أو الاسم الوهمي هذا طبعا الاسم الوهمي بمواقع على حساب مواقع التواصل الاجتماعي السناب شاط والانستغرام اللي يمكنني نفيدك في هادي ميرف هو أن هذا الحساب فتح هدي سنتين وكان في الأول ينتقد بجموعة من الفنانين طبعا كان يصيروا شيحد طبعا هوا حاليا طور التحقيق باش يعرفوا بمو الحساب يكون فلو كان المهمة أو خصصها هاد الموقع باش ينتقد الفنانات طبعا تنعرفوا كي شانعانوا تكون زعاد من الفنانات ولكن هاد الموقع الموسمي حمزة مومبي أضحط تسيره عصابة إجرامية خطيرة كما قلت لإخوان الصحفي اللي بارحو هاد الأيام الكابلة وتفشي كي ليدرنا السيد الوكال العام العدد ديرهم 16 الشخص بين الفتيات وكذلك بين الأشخاص هاد الناس تسيروا هاد الموقع بها الحساب الوهمي فرقوا العضواء فيما بينهم كين الناس تشتغلوا بالليل وتصفوا الحسابات لفائدة أو ضد بعض الملاهي الليلية بمقابل وكيني نسخورين تكتبوا على مجموعة من المسؤولين ومجموعة من الفنانات إما ضد أو مع بمقابل لماذا أننا في المكتزة الوطنية حق الإنسان ندخلوا في هذا الملف هو صديمنا من مجموعة من الكتابات الموسيئة للمكتزة الوطنية حق الإنسان وأعضاء المكتب تنفيذ المكتزة الوطنية حق الإنسان إما فيهم محامون ونقاباء مراكش هنا تعرضوا الواحد وابل من السب بكلمات طعنة الشرف ديالهم والعرض ديالهم وسائد لهم كثيرا مما أدرنا شكاية للسيد المودي العام الأم الوطني بالرباط نطالب فيها في التحقيق كذلك أدرنا شكاية للسيد الوكيد العام لذا محكمة للسناف تنطلب في التحقيق حول هوية للأشخاص طبعا من شكاية تاريتا واجهنا للسيد الوكيد العام رئيس النيابة العامة نطالب فيه بحالة هذه الشكاية إلى المصالح ديالفقة الوطنية بالضل بضع بحكم أن الفرقة المكلفة بالجرائم الكترولية هنا في مراكش سنتين لم تستع الكشف على على الهوية للأشخاص رغم تقاطر مجموعة من الشكاية ومجموعة من الضحايا الناس هنا في مراكش تعرضت الارهاب النفسي الناس تعنات في الشرف ديلها والعرض ديلها بكلمات أشن نقول لك ره تيكتبوا بالليل و بالنهار و تيكتبوا المحصانات الإكتراب هذا هو أن هذا الموقع عنده واحد ربعات المميون و خمسات المميون ديال المتابعين من تيكتبو شي كتاب الموسيقى و تنشروا الصور تي ترصدو مجموعة من الضحايا و تي ترصدوهم في أماكن عمومية أو ترصدوهم في أماكن خاصة و تي صورهم دون العلم ديلهم ويشيروا الصور ديالهم دول الموفقة ديالهم إضافة افتهامات خطيرة الناس في مراكش وفي الضرب يضاء وفي أقادير وفي الربات تعرضوا لواحد حرب ضارية الواطيس حرب اللي نكون نسميها حرب إعلامية خطيرة ما شيء من فهم ديال إعلام الصحفة وكي مفهم بمعنى مفهم ديال نشر الكلمات الموسيقى والشهير والسب و القدف في مواقع كثيرة من فهم الإستجرام والسنابشاط والفيسبوك طبعاً من خلال المعطية الأولى اللي حسن عليها هو أن مجموعة ديال الأشخاص اللي تيمتهنوا النصب والاحتيال بمراكش وأحد الأشخاص يتواجد بالربات له وكرت كراء السيارات كذلك أحد الأشخاص له شركة شركة حراسة الأمنية طبعاً خاصة أحد الأشخاص طوى من مدينة العطاوية تيبي إحنا دوك الشوارمة ما يعرف الشوارمة في مراكش أحد الأشخاص طوى له موقع إلكتروني بدي مراكش كذلك مجموعة من الفتاة اللي تيمتهنوا الضعرة والوساطة في الضعرة من خلال الشكايات اللي قدمنا الثلاثة تم الاستماع إليه بمقر الفيقة الوطنية بالضل بضاع طبعاً أعطيناهم جموع هذه المحاضرة المعينة اللي جرهم المفواد القضائي وعطينا لهم جموع هذه الأسماء اللي موجتبع فيها من بعد بدأوز يتقاطروا عنا هذوك الضحايا تنتوصلوا يومياً بواحد ثلاث أو أربع عضية الضحايا هي الناس كي اللي اللي يقدر يتقدم شكاية وبشيل البحث ودفع لك رابطوك هي الناس بساكن اللي ما قدروش اللي نتعرضات لوحد الحرب نفسية عندنا حالات بعد الحالات تعرضوا للطلاق بعد الحالات تعرضوا للطرد من العمل كمثال واحد المدير دي الفندق بأقادير كانت يسير احد الفنادق لمدة ثلاثين سنة مشروع له معطيات خطيرة كادبة طبعاً وفتلوا عليه باتيامات خطيرة وتعالي في الشرف دياله والكرمة دياله والعرض دياله تتعرض للطرد تأسف من طرف الإدارة دي الفندق كذلك واحد صيدة مزوجة هي ربما معروفة بسلطانة موسممة إزياء تعرض مسكيناً لليش نقول لك واحد سنتين يومياً بكتابات موسيئة حتى أن الزوجي لها جاء عند المقر ديال المكزوات نحوك إنسان وكان شحاب مرة يهدد بحلق نفسه داخل مقر وليد الأمن نظراً أنه تقدم بعيدة شكايات دون جدوى اللي ممكن يشير لكم أنه مخراً تم الاعتقال أحد الأشخاص اللي هو هاكر بمدينة أقادير هاد الشخص يقوم بقرصنات الحسابات الخاصة ديال الفناني أو ديال أو ديال الأشخاص وليمقابل هاد المواقع الوهمية بمسمة حمزة من بيبي بحيث أنه تقوم تينشر المواقعات الخاصة المتواجدة داخل هاد الحسابات حسابات ديال مواقعي التواصل الاجتماعي الأكثر من هذا هو أنه من خلال معطل التواصل أنه تتحصل أموال مهمة من قبل فنانين اللي مقابلوا حسابات ديالهم أو من قبل فنانات وفنانين لقرص اللي هم الحسابات الخاصة ديالهم ومن بعد ردالهم هذا الهاكر هذا يسمى أسامة عجمي هو ابن مدينة أقادير تم قائل قبض عليه بمطار المنارة منراكش بعدما حاول الهروب تم اقتياده لما قال الفيقة الوطنية بالدال البيضاء تم التحقق معه واعتقل على أيتر البحث في حراسة نظرية تم تمديد الاعتقال دياله طبعا تحت الإشراف ديالنيابة العامة من بعد تقدم عند السيد وكيل الملك الذي إحاله ودوره على السيد قائد الحقيق طبعا السيد قائد الحقيق بتطلع المحاضر والمعطيات ديال البحث تم متابعته في حل الاعتقال وإداعه بسجل مدني لدية كلم جموات أشخاص تهما والمتهمين المتهمة المشتبع فيهم بسيراد الموقع تم لاستمائلهم بما فيهم أحد الفتيات معروفة هنا بغلامور تم الاستماع إليها مثلا الفيقر الوطنية وحاليا بين قوسين هاد المزموعة هاد الاشخاص المشتبع فيهم بتصير هاد الموقع اللي هما موضوع الشركية اللي ممكن نقول لك هنا أنهم تحصلوا على أموال أموال خيالية تقيقية لقيت لك أن أحد المراسلين ديال المواقع الإلكترونية يمتلكوا الآن كان بالأمس القريب بالسجن المدني اللي داية بتهمات الواسطة في رشوة وسجينا 10 أشهر هذه سنتين تقريبا من خلال السنتين تحصل على أموال حاليا لا تعدوا دحصة سياة فارهة دراجة نارية من النوع الرفيع كذلك عنده شقق وسبحق هاد الهدف في حال سافر دائم إما خارج الوطن أو داخل الوطن قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجام ترجمة نانسي قنقر